هبتدي معاك يا رانا لانك طبعا في المسلسل ده مفاجأة بكل المقيس دور صعب ومركب وشحنة انفعالية ونفسية وانت عملتي ادوار قبل كده بس في منطقة تانية خاص كلميني عن شهد في ضل الراجل تانكيو ان انا معاكي وشكرا مع الكلام الحال طب بني خليك شهدك اتصابق قبل قوي انا ناسي وكنش متقبلها يعني كنت حاسة ان هي يعني عايزة انتك هاضربها انت تانيك يا ريه يعني انت انت ايه انت بيه كده بس برضو كنت بالت مثلها الاعذار يعني شوية ان هي ما شفتش حاجة وحشة في حياتها يعني هي دايما شايفة ابوها اعظم راجل في الدنيا وامها ستة عظيمة ودايما في حب وحنية عمرها ما هتتخيل ان في ناس بالوحاشة دي فهي يعني سازجة مش عارفة لقيلها كلمة تانية غير ان هي بجد سازجة ومش عارفة تتخيل ان في ناس بجد وحشين كده فهي باقي فجأة في كوارث وفجأة هي اتكسرت بجد يعني كسرة تكسر طول العمر مش هتكسر يومين وخلاص دي حاجة بتكسر لاخر يوم في عمرها بس بتبقى مثلا ان كان فيه مش هدها بتحاول ان هي عايزة تتكلم مع مامتها وحشها الكلام معاهم وفي نفس الوقت هي خايفة عليهم ومش عارفة تعمل ايه وهي السبب في كل اللي بيحصل وكمان مع موت الام ده يعني صعب الموضوع عليها اكتر لان هي حاسة ان انا السبب في موتها انا السبب في كل ده السبب في كل المشاكل اللي حصلت في البيت ماتت مقهورة بسببي ابويا مقهور عائلتي كلها بتتدمر بسببي حتى عمت جزها بيجي على نقطة ضعفها اللي هي انا اللي هو انتوا كفاية اللي انتوا فيه يعني انتوا حطين رأسنا في الارض لأ شهادة كانت مرهقة مرهقة